إذا نفكر التيك توك هو بس للرأس و للتفاهة فأكيد راح عليك كتير التيك توك اليوم واحدة من أهم المنصات اللي لازم تفهمها وتستغلها لحتى تنمي مهنتك أو تعمل محتوى مفيد يعود بالفائدة عليك لهيك بتعطيك اليوم أسرار ما لازم تهملها أبدا بالتيك توك خلونا نتعرف هذول الأسرار مرحبا يسعدكم أصدقائي أنا محمود الجبني مرى الكاميرا زوج تيرامة طحان نحصلنا أفلام عم نحاول فيدكم بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصورة والصوت وأيضا عالم صناعة المحتوى بهذه الحلقات التي تجدون من سلسل السينمواتيك التي تتم إنتاجها من قبل فريق وميرا فريق وميرا فريق فني أقدم لكم خدمات صناعة الفيديو وأنها التجاري وكل ما يتعلق بالإنتاج المرئي من الألف للياء أصدقائي إذا عبر تعجبكم هذه الحلقات تتنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى تظلوا على طلع الآخر معنومات في عالم صناعة الأفلام وعالم الصورة والصوت يا أصدقائي اليوم موضوعنا عن التيك توك والتيك توك واحدة من أهم المنصات التي دخلت بقوة هي اطورت من منصات تانية حتى وصل لأسمة تيك توك لكن أخذت شعبية كبيرة بين الكبار والصغار رغم أن المحتوى المنتشر فيها هو المحتوى التافه أو محتوى الرقص ومحتوى الغناء ومحتوى المتعة لكن بالفترات الأخيرة بلشوا أصحاب الشهادات وأصحاب المهن وأصحاب المشاريع التجارية بالدخول بقوة بالتيك توك وهذا اللي رفع مستوى بشكل كبير اليوم صار في عنا مهندسين عنا الأطباء عنا الصحيين الرياضيين الفنانين بالمعظم صاروا موجودين على التيك توك لأنه فرط قوته ولهيك نحن اليوم كأشخاص نهتم بالصورة والصوت لازم نعرف أسرار التيك توك لازم نعرف كيف يشتغل كيف تشتغل خوارزمية وكيف نعمل محتوى له وكيف نعمل مونتاج له وكيف نجهز كل الأشياء له هذا حكي شرحنا قسم كبير منه بحلقات سابقة رجع عليها وتعلم أسرار أكتر عن صناعة المحتوى على التيك توك اليوم بدي أعطيك أسرار ما لازم تهملها لحتى تنتشر بشكل كبير على التيك توك وتعمل محتوى تكبر من خلاله منتك أو نشاطك تجاري أو أنت كشخص حابب أن تدخل عالم الشهرة الحسنة وتعمل شيء اسمه براند باسمك خلونا بالبداية نعرف التيك توك كيف يشتغل يا أصدقائي المتابع الموجود على التيك توك بيتابعك مو بس لشخصك بيتابعك بالمرتبة الأولى لمحتوى للشيء اللي أنت عبتقدمه وهذا الشيء عكس تماما للإنستجرام الإنستجرام بيهتم بالشخص أكتر ما يهتم بالمحتوى اللي عبتقدمه يعني يوم أنا وقتبتابعك على الإنستجرام أنا مهتم لشوفك أنت شو عبتاكل شو عبتشرب شو عبتعمل باليوم بغض النظر عن المحتوى اللي أنت بتقدمه أنا بهمني أنت كشخص بينما بالتيك توك المشاهد بيهمه بالمرتبة الأولى أنت شو عبتقدمني فيه ناس بتحب التفاهة بتتفرج على التفاهة فيه ناس بتحب الشغلات البشعة والشغلات الغير أخلاقية بتروح بتتابعها هالتيك توك وفيه ناس بدها شيء مفيد وتتابع الأشياء المفيدة فأيضا بتتابع هاي الأشياء بغض النظر عن الشخص اللي بيقدمه ممكن يتابع 2000 شخص وما يعرف ولا يعرف نشاط أي واحد منهم لأنه التكتوك بالدرجة الأولى بيهتم بالمحتوى يعني ما بيهتم بالحياة اليومية يرغم أنه فيه ستوريز فيه هيد أشياء لكن من المرتبة الأولى بالمحتوى هنا عرفنا قيمة المتابع شوية اللي بتابعه الشيء الثاني يا أصدقائي هو أنه فيه عنا طريقتين لمتابعة الأشخاص الطريقة الأولى اللي هي الاكسبلور أو هي الفيديوهات العامية يعني أنا بظل بقلب بالتكتوك وبنزل وبنزل وشوف فيديوهات مقترحة من خلاله يعني أنا بشوف الناس اللي بتابعهم بالصطفة ضمن هدول الفيديوهات حتى ولو كنت أنا متابع شخص ممكن ما يطلع لي ضمن هدول الفيديوهات وممكن يطلع لي بعد 20 فيديو أو 30 فيديو لكن بالمرتبة الأولى الفيديوهات اللي بيقترحها بالتكتوك يلي رح تطلع لي هي هون القسم الآخر يلي هو يلي انت بتابعهم بس وهذا بتتنقل فيه بين خانتين موجودين بأعلى تطبيق التكتوك بيشوف انه فيه اللي انت بتابعهم أو فيه اللي هو يقترح لك عليه فور يو أو لأجلك أو من أجلك شي بخصك انت وهذا الشي بيعتمد على تحليل نشاطك على الموبايل بشكل عام نعم يا صديقي مو بس على التكتوك يعني التكتوك قادر يحلل بخوارزمية ذكية وبروبوت ذكي جدا عن اهتمامك شو اللي بتبحث عنه شو اللي بتطلع بتدخل فيه شو اللي بتستمع له على الموبايل فهذا الشي عطيته إذن بالوصول للروبوت الخاص بالتكتوك ليحلل لك مثل ما عطيت إذن لمعظم المنصات الموجودة عندك تلقائيا بيطالع لك الفيديوهات اللي انت مهتم فيها أما القسم اللي انت بتتابعه فهون بيطلع لك يا بطرف آخر وبيطلع لك فقط الأشخاص اللي انت عبتتتابعهم والمحتوى اللي عبتدمه أحدث في الفيديوهات وأيضا فيديوهات مهمة موجودين عندهم فبتشوفهم وكل ما نزلت أكتر بيطالع لك معظم الفيديوهات تبعهم طيب يا أصدقائي كيف نصنع محتوى لحتى ندخل الأكسبلور وكيف نصنع محتوى نحافظ على كمية الناس الموجودة يلي تابعتنا لأنه كتير أشخاص يا أصدقائي بيجوا لعندي بقولوا لي متابعين عبيقلوا على التيك توك بشكل كبير لأنه انت ما احتفظت بالجمهور الموجود عندك وما عطيته الشي اللي بده يا رح نبلش أصدقائي بداية المحتوى يلي بدخل الأكسبلور شو هو وكيف ندخل الأكسبلور طبعا أصدقائي كوميرا أكاديمي واحدة من أهم الأكاديميات اللي بتعلمك في نون الصورة والصوت وصناعة المحتوى بشكل احترافي وأكاديمي تعطيك الطرق الصحيحة لحتى تكتب سيناريو وتعمل منتاج بشكل احترافي وتتعلم خوارزميات السوشالمية وكيف تكون مميز عليها حاليا في دورتين مجانيات دورة السيناريو ودورة المنتاج على الموبايل وبشهادة من الأكاديمية فيك تحصل عليها مجانا بدون ما تدفع فلس واحد فيكم تدخلوا على الأكاديمية رابط الأكاديمية موجود بالوصف تدخلوا على دورة السيناريو أو دورة المنتاج على الموبايل واخدوا شهادات فيهم وقريبا جدا دورة واحدة من أهم الدورات في العالم العربي وأنا مسؤول عن هاي الكلمة يلي بتعلمك أسرار صناعة اليوتيوب وأسرارنا الخاصة بصناعة الفيديوهات على اليوتيوب يلي بتخليه خلال زمن قياسي إنه في حال طبقت القواعد تصل على اليوتيوب وتحقق دخل من خلال اليوتيوب مو بس من أعلانات اليوتيوب بطرق واستراتيجيات تم وضعها لحتى تفيدك وتقدم لك الفائدة خليك بالقرب لحتى تحصل على هاي الدورات تحصل على هاي المعلومات واستفيد حاليا من دورة السيناريو ودورة المونتاج مجانا وهلأ يا أصدقائي الفيديوهات اللي بتفوت الأكسبلور أو الفيديوهات العامة في حال صارت رائجة يا أصدقائي اثنين بتزدتك مشاهدات بشكل كبير جدا ثلاثة أيضا بتزدتك اللايكات ففعليا أنت قادر تحقق شهرة بشكل سريع على التيك توك لأنه هو بس ضرب فيديو عندك بس وصل الأكسبلور رفعك بشكل كبير على الأقل بتزيد بين الخمسة للعشر تالاف متابع من أول فيديو بيضرب في حال وصل ميتين ألف وما بعد طيب هذا الشي كيف بصير بداية يا صديقي بدك تعرف الترندات وتواكبة يعني فيه ترند منتشر على التيك توك بالوقت الحالي أنت بتطبق هذا الصوت وهذا الترند على الشيء أنت بدك تعمله في حال نفرض أنت فنان ترسم حاليا فيه ترند منتشر بشكل كبير بالوقت الحالي على التيك توك مثلا هذا صوت منتشر فيه عليه بشكل كبير مشاهدات مليارات المشاهدات استغل هذا الصوت واكب لترند فأنت واكب لترند وعروف بالوقت الحالي شو الترندات الماشية وطبقها بشكل مفيد على المحتوى المفيد الخاص فيك لحتى تنتشر وتتقدم بشكل أكبر اثنين يا صديقي عدم واكبة التريند فيك تعمل فيديوهات قصيرة تستفز المشاهد أو تعطيه دافع تعطيه حماس ليتابعهم مثلا نزلت قصة مدة نصف دقيقة وما اكتملت القصة يحتاج المشاهد جزء ثاني لحتى يعرف شو صار فهون انت تحتفظت بالجمهور وفدت الاكسبلور اكتر لانه صار فيه تداول وتعليقات اكتر ثلاثة يا اصدقائي واحد من اكثر الاسرار يلي فيك تتبعها لحتى تعمل فيديوهات جميلة وجذابة وتدخل الاكسبلور هي فيديوهات اللوبس او الفيديوهات اللي ما بتعرف بدايتها ولا بتعرف نهايتها وغيب تناعمل بخدع بالمنتاج رح نعمل عليها حلقات مستقبلا وهيك المشاهد بيضل بيلف الفيديو ما بيعرف اين البداية وين النهاية لكن من الضروري انه تترك معلومة فيه حتى ما يكون فقط فيديوهاتك بس المشاهدات والمتابعين الفيديوهات اللي بتحمل معلومة يا اصدقائي بتنتشر بشكل كبير اي معلومة كانت بس تكون بتحل مشكلة للشخص صدقني رح تنتشر بشكل كبير موقع مفيد تطبيق مفيد طبخة مفيدة صحية الفيديوهات اللي بتحمل اخبار وخاصة اذا كانت اخبار عالمية او دولية حتى الاخبار المحلية حاول تنشر تنوع بين المحلي والدولي الفيديوهات اللي بتحمل اخبار ايضا بتنتشر بشكل كبير عليك سبلور الفيديوهات اللي بتعلم مهارة معينة بطريقة سهلة ومبسطة بتنتشر بشكل كبير ايضا عليك سبلور والفيديوهات اللي بتحمل تجربة معينة مثلا تعالوا معي شوفوا كيف عملت وكيف سويت هذا الشي كيف عملت كذا بثلاث خطوات كيف صفيت السيارة بخطوطين كيف وصلت لهذه المرحلة الناس بتحب هاي الخطوات أيضا قبل وبعد شوفوا كيف جددت المطبق كيف جددت غرفتي قبل وبعد كيف رتبت غرفتي إلى آخره الناس بتحب تشوف قبل وتحب تشوف بعد وتحب تشوف الخطوات طبعا يا أصدقائي لاستخدام الهاشتاغات المهمة وأيضا بتضبط بموضوعنا هذا الشي بوصلها للاكسبلور بشكل كبير وخلي الناس تداولي بشكل كبير أيضا حاول تعمل لايكات للناس بتشبهك حاول تعلقهم للناس اللي بتشبهك يلي بيشبهوا أيضا محتوىك حاول تتفاعل مع الناس إنه هذا الشي بيساعد الخوارزمية والروبوت على التعرف عليك بشكل كبير لحتى يخوضك أكتر جوة تيكتوك البث مباشر واحد من أهم الطرق أيضا اللي بيساعدك تتواجد بشكل كبير على نصة التيكتوك التيكتوك بالمرتبة الأولى بحب الناس اللي بتعمل بث مباشر رغم أنه أنا ما بعمل بث مباشر ووصلت لعدد كتير كبير على التيكتوك لكن بظل التيكتوك مهم جدا تعمل عليه بث مباشر لكن ما تطلع لي تحديات وتضرب حالك وإلى آخره دوما تذكر هاي الكلمة وهي الجملة اللي بيقلك عليها يلي عاملها منهج بحياتي انشر كي تترك أثرا أوعى تنشر بدون ما تترك أثر وراك والأثر يكون إنجابي لأنه في حال حطيت أثر سلبي رح يكون وصمة عار عليك لتموت في حال ضل متواجد هذا الأثر لازم تمسح الشغلات السلبية اللي انت عملتها وتبلش بأشياء إيجابية وهلا يا أصدقائي طريقة الاحتفاظ بالجمهور الموجود عندك دوما في انت عندك جمهور تابعك وثق فيك دوما لازم تحافظ على هاي الثقة يعني الفيديوهات ما تحاول تنزل المحتوى تبعه والجودة تبعه دوما تكون صادق مع الناس دوما تعطيهم الفائدة وأبدا ما تحاول تخدعهم بهدف المشاهدات لأنه المشاهد في حال خدعته رح يتركك ويمشي وتنزل عندك الأعداد بشكل كبير التيك توك بنزل الأعداد 100-100 وأحيانا ألف ألف مثل ما الشهرة سريعة ليه والسقوط سريع ليه فانتبه بهذا الشيء لأنه المتابع بتابعك لمحتوىك بالدرجة الأولى يا صديقي لازم تعرف إنت بتواجد المستخدمين ومتابعين الخاص فيك لحتى تضل تعطيهم فيديوهات بأقصى وقت هني موجودين فيه وهذا الشيء فيك تعرفهم الأعدادات بتفوت على أعدادات التيك توك بتعرف من خلال التحليلات من خلال الناس اللي عبت تابعك بيطلع لك التوقيت بالضبط إمتى الناس بتواجده بهذا التطبيق طبعا الناس اللي عبت تابعك أنت مو كل الناس دوما يا أصدقائي التعليقات الموجودة عندك داخل الفيديوهات ردة عليها بفيديو هذا ببني جسر كتير كبير بينك وبين المتابعين حاول تحل مشاكلهم ردة على تعليقاتهم عملهم لايكات واهتم فيهم وطور محتواك حسب رأي المتابعين متابعين أحيانا بتحب التطبيقات مثلا في حال أنت عبت تعطي تطبيقات تطلب منك تطبيقات معينة ممكن إذا أنت عبت تدرس بالتصوير تطلب منك أشياء معينة دوما حللهم المشاكل وعطيهم الشيء بالدنيا هيك مبدأ تيك توك تفاعل أخذ رد بينك وبين الناس ولجعب ذاكرك أنشور كي تترك أثرا وبذاكرك تدخل على أكاديمية كوميرا لحتى تستفيد من المنتاج على الموبايل مجانا مع شهادة تستفيد أيضا من السيناريو مجانا مع شهادة وأتمنى كون عم فيتكن أصدقائي بهذه المعلومات اللي عطيج ضمن سلسل السينماتيك ويلا تكون منتاجها من قبل فريق كوميرا فريق كوميرا فارق فاني أقدم لكم في نصيحة الفيديو والعناية التجاري وكلما يتعلق الإنتاج المرئي من الألف لاليا أصدقائي إذا عبت تجيبكم هذه الحلقات لا تنسوا اشتراك في القناة وفي زر الجرس لا حتى تضلوا على طلاع الأخر المعلومات في عالم صناعة الأفلام وعالم صورة والصوت وعالم صناعة المحتوى أنا محمود الجبلي من والكاميرا زوجتنا مطحان نحظنا أفلام عم نحاول فيتكن بها المعلومات قصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم صورة والصوت بدنا نحييكم نقول لكم سلامات